السلام عليكم ورحمة الله لم يكتفي المنافقون بما ارتكبوه من جنايات قبيل غزوة أحد وخلالها بل حاولوا تشكيك المسلمين في صدق تعاليم الإسلام عقب غزوة أحد فماذا فعلوا؟ لما قتل من قتل في غزوة أحد وحدث ما حدث ثم رجع المسلمون للمدينة قال عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين لإخوانهم لو أطاعنا من قتل بأحد من إخواننا وعشائرنا ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين من القائل؟ القائل عبد الله بن أبي بن سلول وإخوانه من المنافقين والذين انخذلوا في الطريق عن محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد ولمن قالوا؟ قالوا لإخوانهم في النسب والجوار لا في الدين الذين أصيبوا مع المسلمين في حربهم من مشركين يوم أحد وقالوا أيضا لأشكالهم من المنافقين على سبيل السخرية والاستهزاء وماذا قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعنا هؤلاء وسمعوا مشورتنا وانصرفوا عن محمد صلى الله عليه وسلم وقعدوا معنا في المدينة لما قتلوا يا لهم من حمقى جمعوا بين التخلف عن الجهاد دون عذر وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره وفي ذلك دليل على خبث نفوس المنافقين وشماتتهم في محل بالمسلمين من قتل وجراح يوم أحد وفي تلك الآية دلالة صريحة على أن أمثال هؤلاء لا يؤمنون بالقدر والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأجمع العلماء على أن من لا يؤمن بالقدر هو كافر فأتاهم الرد الإلهي قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل لهم أيها الرسول موبخا لهم فادفعوا عن أنفسكم الموت المكتوب عليكم إن كنتم صادقين في دعواكم قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله سمعت بعض المفسرين بسمرقندي يقول لما نزلت هذه الآية فادرأوا عن أنفسكم الموت مات يومئذ سبعون نفسا من المنافقين قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وصدق الشاعر حين قال ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد أخي الكريم الحذر لا يغني عن القدر ولكل أجل كتاب كم من مجاهد عاد من جهاده سالما غانما وكم من قاعد أتاه الموت وهو في عقر داره كم من مريض يئس الطبيب من شفائه وقال لأهله ليس هناك من أمل ثم عاش ذاك المريض ظهرا طويلا ومات الطبيب قبله وأخيرا كم من كلمة تخرج من أفواهنا لا نلقي لها بالا وهي عند الله عظيمة فاحفظ لسانك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صحابي شكرا